بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا لما نكون في حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في الحلقات اللي احنا بنقرأ حديثه المباركة بنحس كده بنسين بيهب علينا وعلى قلوبنا يخلينا في حالة راحة وحالة نور ده اللي بيحصل لنا كمان لما نحس نحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح عينينا وبيخلينا أهل بصيرة حتى في كل حالة من حالات حياتنا زي الجو اللي احنا عايشين فيه ده كثير من الناس بيتسألوا هو ايه اللي احنا فيه ده وازاي نقدر نشوفه وازاي ممكن نقدر نقرأه قاصد ما يتعلق بالجو والحر اللي احنا فيه تعالوا الناس مع حديث سيدنا بيهريرة رضي الله عنه قال فيما روى عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف الحديث ده بيبيد لنا حاجة مهمة جدا 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 بيبيد لنا إزاي نقرأ الأحداث اللي عندنا احنا في أوقات كتيرة ما بيبقاش عارفين العلاقة ما بين الغيب والشهادة وساعات ما بيبقاش عارفين إيه اللي بيحصل في الكون حوالينا فساعات الله سبحانه وتعالى يبين لنا شيء مهم جدا جدا إن الغيب والشهادة جزئين في حياتنا وعشان كده وإنت بتتعامل مع الجو والحر اللي إحنا فيه ده لازم تبقى مستحضر حاجة مهمة قوي إن الحر رسول من رسول الله سبحانه وتعالى طب عشان تقدر تفهمه تفهم إن الحر رسول من رسول الله تعالوا نقرأ الحديث مرة تاني الحديث بيقول إيه بيقول إذا كان الحر فأبرده عن الصلاة يعني هنشرح إن خلوا الصلاة تأخروا حتى يحصل إن الجو يتنسم شوية فإن شدة الحر يعني الحر الشديد ده من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأدين لها في كل عام بنفسين إن النار تتنفس نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف حديث روا سيدنا الإمام مسلم والحديث ده بيخلينا نفهم من أين يأتي هذا الجو من أين يأتي الحر ده وإن الحر ده زي ما قلت رسول من رسول الله رسول مذكر الله سبحانه وتعالى يذكرنا عشان ما نعتتش على الغفلة فيرسل لنا الله سبحانه وتعالى الآيات عشان نتذكر زي ما الله سبحانه وتعالى قال وذكرهم بأيام الله ما بيجعلش الأيام بس هي اللي تذكرنا لكن وذكرهم بكل شيء يحدث في هذه الأيام فتتحول يتحول الحر إلى مذكر يتحول الحر إلى ماذا؟ إلى مذكر فمرة يتحول الحر ده إلى مذكر فنشكر نشكر إيه؟ على هذا الدفء الذي يأتي في وسط الزمارين ووسط البرد فتحول الحر ما قال لازم نفهم ليه؟ الله سبحانه وتعالى إذا كانت النار اشتكت لله سبحانه وتعالى فيأذن لها أنها تتنفس لا يبقى هما نفسين بس عشان المؤمنين والنفسين دولة لما ييجوا على الأرض إيه اللي حاصل؟ نفس يبقى جاي ومغموس في معنى الرحمة فإيه اللي حاصل؟ وده نفس الشتاء فلما ييجي يحس الناس بأن ربنا مش نسيهم فيحمده ويشكره ويرجو الله ونافس يجي في الصيف فالدنية تسداد حراً فالناس تخاف من أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه فإن اللي حاصل؟ فيجأروا إلى الله سبحانه وتعالى يذهبوا إلى الله فالحديث ده بيوضح لنا أن الشرع الشريف أقر ووضع بعض الإجراءات الاستثنائية اللي أخبر بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات اجتداد الحر وده طبعاً مراعاة لمصالح الناس واحتياجاتهم وتوصيد رسالة لهم أن الله سبحانه وتعالى ليس غافلاً عما تعانوا من شدة الحر يبقى إيه اللي حاصل؟ لما الحر يشتد إيه اللي حاصل؟ نحاول نتجاوز هذا الحر بأن احنا نعمل إيه؟ فنعمل زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرنا بإيه؟ بالإبراد فيجي هنا حضرة النبي يتجاوز فكرة مجرد الشعور بالناس إلى فكرة استثمار الأحوال باللي يفدنا في حياتنا الدنيا وفي أخرانا عشان كده عن الله أول حاجة جات في الحديث اللي معانا النهاردة الإجراءات الاستثنائية نظراً لانتفاع درجات الحرارة وهي مسألة الإبراد بصلاة الظهر والإبراد معناه تأخير الصلاة عن أول وقتها أنتوا طبعاً عارفين أن صلاة الظهر بتجب ماذا؟ بالزوال الزوال يعني إيه؟ أدي 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 الشمس في كبد الإيه؟ في كبد الإيه؟ السماء لما تزول يدخل وقت الظهر بس إحنا دلوقتي بنقول إن الشمس فوق دماغنا فيإيه اللي حاصل؟ فلو روحنا صلينا في الأماكن الأماكن نزلنا وإحنا مشيين للصلاة وإحنا راحين نصلي فيإيه اللي حاصل؟ هنصلي في وقت شديد الحرارة فيبقى بنبرد ليه؟ حتى تنكسر شدة الحر ويبقى فيه ضل فيمشي في الناس فيمشي الناس للمساجد في الضل لأنه ممكن يلمشي في الشمس وشدة الحر يصيب الناس بإيه؟ يصيبهم بحمة أو ضربة شمس والشرع دايما معلمنا أن القعدة الرئيسة المستنبطة من الحفاظ على المقاصد الخمسة هي در المفاسد مقدم على جلب المصالح ومع أن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلا إنه رخص لنا تأخير الصلاة لشدة الحر فإن يحصل فرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول سيدنا مذر إنهما كان وحظت النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤزن أن يؤزن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤزن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة إيه رأينا الفئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة يعني إيه اللي حاصل كثير من الناس بيقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن في الظهر قالوا إن دوات ما كانش دخول الوقت ولكن كان إقامة الصلاة وبعدهم قال لا ده الأذان نفسه لأن الأذان إعلام بالصلاة بس هو الراجح إن ده كان في إقامة الصلاة لماذا؟ لأنه قال له أبرد أبرد يعني خلي الناس لما تقوم للصلاة تقوم للصلاة في وقت فيه انكسار لشدة الحرارة تاني حاجة جات في الحديث بقى بتعلمنا إن شدة الحر ديت الله سبحانه وتعالى أرسلها إلينا لتذكرنا بالله ولذلك إلا حاصل فنستثمر دفل استعاذة من حر جهنم فإذا بقى حر الشمس محفز للذكر وده من صفات عباد الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة الفرقان في قولي تعالى إيه اللي حاصل لما بيحصل لهم الأزمات وبيحصل لهم الشدة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة فهم أول ما يحسوا بعذاب جهنم بيحصل لهم إيه يحصل لهم ده فأسألوا الله سبحانه وتعالى إنه يصرف عنهم عذاب جهنم ليه بيسألوا الله سبحانه وتعالى يصرف عنهم عذاب جهنم لأن في الحقيقة هذا المكان هو مكان الحجب مكان الحجب عن الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهو عايز يغرب من إنه يبقى محكوب عن الله فهو مش عايز يبقى في مكان الجحيم الذي التهب بالبعد عن الله وعشان كده في أحد الحديث وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن يبين لنا بعض الطرق التعامل مع أيام شدة الحر إن طريقة الاستعاذة من أيام شديدة الحر فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم حار فقال الرجل لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر جهنم قال الله عز وجل لجهنم إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك فإني أشهدك أني قد أجرته يا رب أجرنا من الحر يا رب العالمين أجرنا من حر جهنم ويمكن علشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم يعني خدوا عبرة عندما يشتد الحر ولا تتحملوا واسألوا الله سبحانه وتعالى أن ينجيكم من حر جهنم والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بأصحابه في غزو التبوك كان في حر شديد متخلف المنافقون لدرجة بعضهم قالوا لا تنفروا في الحر فرد القرآن عليهم فرد القرآن عليهم بإيه قلنار جهنم أشد حر وطبعاً وإحنا بنستعيذ بالله سبحانه وتعالى من حر جهنم بنتحقق بقضية الاتزان اللي هي بنعرفها في نظرية الطائر المعروفة الطائر له جناحان أحدهم الخوف والرجاء وإحنا في أول شرحنا لهذا الحديث قلنا أن النفسين النفس بتاع الشتاء يفكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى بإنهم مشتركنا للزمهرية وإن الحر في الصيف يفكرنا بإن الله سبحانه وتعالى له جلال فإن ليه يحصل فنحتمي برحمته من غضبه ومن عذابه وعارفين إحنا الطائر جناحه الرجاء وجناحه الثاني الخوف ورأسه المحب وعشان كده من العبادات المهمة في الأيام الحرة عبادة مهمة جداً جداً زي عبادة سقي الماء لما الواحد في الحر يخفف على الناس ويسقيهم فكلما استطعت أن أنت تسقي الناس كلما استطعت أن تفعل ده كلما كان ذلك سبباً من أسباب تخفيف كل لهيب في الدنيا والآخرة عنك ليه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لو خففت عن الناس هذا الله سبحانه وتعالى يكافئك بأن يحسن إليك والسخية دي ما بتبقاش للإنسان بس وإنما لكل كائن حي وفي الحديث الذي ذكر أو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيوسع إحساسنا بالكون كله فيقول حضرة النبي في كل كبد رطبة أجر يبقى في كله كل اللي بيحتاج للعيش والمية كل ما تسقيه كل ما ده يكون باب من أبواب لطف الله سبحانه وتعالى بيك وإحنا عارفين أن امرأة بغي دخلت الجنة لما سقط كلبا يلهس الثرى من العطش فالله سبحانه وتعالى شكر لها وأدخلها الجنة فلو عرفت أن ده في سقيا حيوان بهيمة فإما بالك بسقيا الإنسان أو إنك تعمل الكلام دوت بهذه الطريقة الراقية فالناس بقى عملوا ويبقى في الأوقاف عملوا حاجة حلوة أوى في الأوقاف دي في مسألة السقيا دي عملوا إيه أنت بتشوف دلوقتي يعني ممكن أنا وداخل التلفزيون وأنا وخارج منه وأنا رايح البيت وأنا خارج منه ألاقي كلاب نيمة من شدة العطش وكأنها تموت أو قطط أو أي حيوانات أو حتى الطيور بقت في حالة صعبة جدا جدا بسبب الماء الطيور بيبقى أمرأة خفيفة لإنها ممكن تروح لمكان المياه وتشرب فإنه حصل بقى من العادات اللي بيعملها أهل الله وهي لسه موجودة لغاية دلوقتي حاجة اسمها مساق الكلاب مساق الكلاب والقطط كان يعملوا مساق الكلاب والقطط والله يعني يروح دلوقتي في منطقة الجمالية وفي المناطق دي اللي هي فيها الأثار الإسلامية اللي فيها أوقاف كتير الإسلامية هيجد هناك كده حاجات كده كأنها من البزلت أو كأنها من الرخام محتوطة ومحفورة وموجودة في الجنب كده هو مش عارف إيه دي ده عبارة عن اللي سقيا الكلاب والقطط فكانوا بيملوها بيملوها عشان إيه يخففوا عن الحيوانات وكأنهم ترجموا هذه السنة في كل كبد رطبة أجر ترجموها إلى هذه المسألة وعشان كده لازم نهتم بهذه السنة في مثل هذا الوقت ومن السنة المستحبة خصوصا في الأيام دي إن الواحد يغتسل بغير صرف ويبارق في النظافة لإن الأوقات دي بيأتي معاها جملة من الأشياء الأشياء التي تتعلق الأمراض التي تتعلق بالتعرق والأمراض التي تتعلق بالاتهاب الجلود فالناس لازم تكون منتبهة وتخلي بالها كمان من فكرة مراعاة إن هذا الاختسال كمان عشان الرايح الكريهة والأشياء التي تؤذي الأجسام وتؤذي الناس من حالنا لإن من واجبات الدين عندنا الحرص على مسألة النظافة والجمال لأن الله جميل يحب الجمال كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وكمان لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم فمحتاجين نركز شوية على الأمور اللي سماها رسول الله صلى الله وسلم بسنى للفطرة كمان لأنها تساعدنا زي حلق الشعر ومسألة نطف الإبت والعانة وتقليم الأظافر الحياة دي بيزداد أهميتها في الوقت ده ليه طيب؟ عشان المعنى اللي موجود إن حرارة الجو إذا أدت إلى ارتفاع الأجساد بالأشياء التي عليها قد يؤدي ده إلى أمراض في الجلد وأمراض ممكن تؤدي إلى إزاء البناء ده عشان كده الناس لازم تكون مهتمية بده وتعتبره من عبادات الوقت أو في العبادة اللي زي دي لازم نخلي بنا فيها وخاصة في أوقات الجمعة والجماعات وطبعاً إحنا عارفين إن غسل يوم الجمعة مستحب وفي بعض العلماء إحنا بنفتي بإن هو مستحب بعض الأماء أو جابه ومن الأمور المهمة برضو في الأوقات دي الرحمة بالناس اللي بتعمل تحت أشعة الشمس مباشرة عايز ربنا يخفف عنك يوم القيامة خفف عن حد بيشتغل في الحر ده والتخفيف عنهم بتوزيع الأعمال على أيام إذا كان ده ممكن وإنه ياخد راحة في المنتصب لأن رسول الله سألهم كان دائماً يدل الناس على أنهم إذا كلفوا أحداً فيكلفهم بما يطيقون وإذا كلفهم يكونوا عوناً لهم ليه؟ عشان معنى الكبير اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله هذا حديث خاص كمان بالأجراء لكن كمان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان يكلمنا عن العنوان الكبير اللي بيجمع كل أعمالنا في مثل هذه الأوقات اللي هو حديث إيه؟ الراحمون يرحموا من الرحمن وتعالى ارحموا من في الأرض يرحموا من في السماء وخلي بالكم أن الحديث ده اسمه الحديث المسلسل بالأولية وكأن أول حاجة كان بيتعلمها الإنسان هو الرحمة فمن فيش حاجة ممكن تكون ألسق بالرحمة من أنك أنت ترحم الناس في شدة الحر وكمان تعلمنا قيمة الظل في الدنيا والآخرة فهو في الدنيا نعمة وفي الآخرة منحة وعشان كده لازم نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن مد الظل كان يخبرنا عن نعمة وعشان كده لازم نعيش ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وندقلهم ظلاً ضليلاً ولذلك إيه اللي حاصل الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن أكل الجنة دائم أيضاً وظلها كل ده بيخبرنا عن إيه بقى بيخبرنا على نعم حتى لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم محب يكلمنا على المكللين بالرضى واللي هم في رضى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فماذا قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني إيه ده بقى يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا أن الظل ده فضل من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك لازم نحترم الظل بأول إجراء لازم نعمله أن احنا نحترم الظل يعني حرام أن الناس تؤذي الناس في ظلها ما يجيش الناس يقضوا حاجتهم في الأماكن الظليلة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا لعانين أو اتقوا لعانين طب من ذلك يا رسول الله الذين يتغوضون في ظل الناس طب ده معنى إيه معنى أن في حد هيجلب على نفسه الدعاء عليه باللعنة إذا فعل ده أو أن الله سبحانه وتعالى يلعن صاحب هذا الفعل لكن الصحيح اتقوا أن الناس تلعنكم فما تعملوش كده يبقى أول حاجة علينا أن نعيد وأن نحترم الظل مرة ثانية نعيد ونحترم الظل بإيه؟ أن نكسر الأشجار و لذلك مهم جدا جدا إذا عرفنا إذا عرفنا أن أن شدة الحر نفسه من جهنم يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى نحاول بقدر الإمكان أن نحن نعمل إيه؟ ببساطة أن نحن نكثر الظل معارضة لقضاء الله بالعكس عملا بتوجيه الله لنا أن نحمي أنفسنا من نار جهنم أن نحمي أنفسنا من فيح جهنم من هذا النفس فإيه اللي حاصل؟ فنكسر الظل فتكسير الظل ده يعمل أشياء كتيرة تكسير الظل زي ما هو يحمين من أشعة الشمس كمان يجعل البيئة تتنقى فينق البيئة فينق البيئة فيقلل من حر الجو و لذلك المبادرات التي تتعلق بملايين الأشجار دي مبادرات مهمة و مبادرات إيمانية عشان تغيير ما حدث في هذا المجتمع و في هذه البيئة المجتمع الإنساني من ما يسمى بالتغير المناخي فلازم إحنا بشكل واضح نعمل إيه؟ نساهم في مسألة الإكثار من زراعة الأشجار فده أول إجراء لازم نعمله و دي دعوة و دي دعوة إذا كان الناس يحميموا الله سبحانه وتعالى في الظل يوم القيامة فهذا توجيه أن نحتمي في الظل في الدنيا طب نعمل إيه؟ نكسر من زراعة الأشجار نكسر من الظل من الظل الأمر الثاني ممكن نعمل مبادرة أن الناس بالترخيص و بأخذ الأجراءات القانونية أن نحن ما فيش مانع أن تبقى الصداقات فيها وضع ظل للناس في أماكن كتيرة في أماكن كتيرة الناس ما بتلاقيش الظل فيها فإقامة المظلات للناس أمر مهم وأمر من الأمور الشرعية الأمر الثاني في الحقيقة نحن محتاجين كمان أن نحن في الوقت ده نكسر من صداقات المياه عشان الناس تستطيع أنها تصل إلى تجنب الجفاف وتجنب الأمراض التي تترتب على قلة شرب المياه والأمر المهم جدا جدا أن نحن نعيد اعتبار واحترام وتقدير شرب المياه بشكل متزن الناس لازم تتعود على أن شرب المياه ركن من أركان الحياة ولا تتهاون في ده الله سبحانه وتعالى واجعلنا من الماء كل شيء حي فإحنا محتاجين أن نحن نحترم ونقدر المياه بشكل واضح عشان نصل إلى أن نتجنب المكاره والأذى والتعب والألم هذا الحديث في الحقيقة مليا المبركة ونور هذا الحديث في الحقيقة مش جاية مش جاية عشان إحنا نحس بأن إحنا الله سبحانه وتعالى أرد أنه هو يعذبنا في الدنيا قبل الآخر ما حصلش وتشوف الكلام ده وتفرقة التعبير بالنفس يعني وشوف الله سبحانه وتعالى كيف أن الله سبحانه وتعالى رحم النار التي هي في الحقيقة محل للعذاب فكيف لا يرحم إنسانا بالتخفيف عنه وده شيء مهم جدا جدا من خواتيم الفوائد في هذا الحديث هو أن تتيقن أن كل شدة عندك حد يشك أن الموجود في النار ده شديد شديد ويا لما سألت الله التخفيف نفس عنها فلذلك ده بنتعلم أدب مهم جدا 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 إن لما الضغوط تزيد عليك ولما تحس ده النار بقى بتلتهب بيأكل بعضها بعضا النار أوقد عليها ألف عام حتى مئة عام حتى احمرت ثم مئة عام حتى بيضدت ثم مئة عام حتى سوددت فهي سوداء مظلمة يبقى إذن ربنا بيعلمنا مهما كانت ضغط عليك اسأل الله سبحانه وتعالى التخفيف وهو سينفس عنك وسبحانه سيخرجك مما أنت فيه إذا كان سبحانه وتعالى نفس عن النار فكيف لا ينفس عنك سبحانه وتعالى إذن هذا البعنى مهم إن احنا نضعه في قلوبنا ونجعله دائم إن شاء الله يا سيدة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره هي الصفحة التي أسميها بالجسر الجسر الذي يكون بيننا وبينكم يوصل إلينا النور والبركة المتمثلة في أسئلتكم اللي احنا بنفضل بها دايماً حضرين في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وفي مجلس العلم وبنخصص وقت عشان نجيب على أسئلتكم المبركة زي ما عنجاوب عليها النهاردة أول سؤال عندنا بيقول هل يجوز للزوجة أن تنام عند أختها ليلة أو ليلتين مع العلم إن زوج أختها موجود في البيت طيب السؤال دا يا سيدي موجه يعني الكلام دا في الغالب هي سألاه عشان جزها يسمع لإني أو حد تاني يسمع عشان هو بيقول لها ما ينفعش التباتي عند أختك عشان جزها موجود بصي سيدي دا مبني على معنى مهمة أول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يخلوانا رجل بامرأة الخلوة وأن الناس تدخل مكانه وتقفل عليها بالمفتاح ومحدش يقدر لا يشوفهم ولا يدخل عليهم في مكان لوحدهم هذا غير متحقق إذا باتت المرأة عندي أختها فهي هي بيتها في بيت أختها وأختها موجودة ومش بيتها في نفس الغرفة مع زوج أختها ومش مقفول عليهم بالمفتاح فإذا كانت هي بيتها في أغضى من الأغض اللي موجودة في الشقة وإذا كانت هي موجودة وما حصلش أي نوع من النار خلوة هذا ليس حراما طب إنها تبات عند أختها ليلا أو ليلتين هل في مخالفة شرعية لا ليس في مخالفة شرعية ليه لإن بيتها في مكانه مغلق عليها الباب وهي وجوز أختها مش بيتين في مكان واحد وقفلين عليهم طب ما في شقة واحدة ما أختهم موجودة أختها موجودة متى يكونوا هذا حراما إذا هما دخلوا في أغضاء وقفلوا عليهم أما الأتنين حد شقدر يدخل عليهم ولا حد يشوفه طب وخير كده لا ما ينفعش بس هل ده معناه بقى هل ده معناه إن الستة اللي بيقول لها جوزها ما تبتيش عند أختك وجوزها موجود إن هي تروح تبات مخالفة لأمره لا طب تعمل إيه تحاول تفهمه إن دوت إيه سبب هذا الأمر هذا المبيت طيب إذا كان هو مش موافق آيب دوت ملوش دعوة بمسألة الخلوة ده ليه دعوة بمسألة إيه طاعة الزوج طب أنا بقول كده ليه لأن في الغالب السؤال ده بيتكرر الزوج عنده موقف من أخت مراته وهو مش عايزها تقعد معها ولا تختلط بيها ولا السؤال ده بيتكرر كتير لا عايزها تقعد مع أختها ولا تختلط بيها ولا تفضل معها على طول ولا أي حاجة فإيه اللي بيحصل فبيحاول بقدر الإمكاني إن هو يعمل إيه يمنعها من البقاء مع أختها لأنه حاس إن هو بيتقلبها عليه فبيعمل كده فيقول لها ما تروحيش وتباتي عند أختك فهي بتسألنا هل يجوز للزوجة أن تنام عند أختها طبعاً يجوز بالضوابط الشرعية اللي احنا تكلمنا عليه إن هي وموجودة وزوج أختها موجود تكون ملتزمة بستر عورتها وفي نفس الوقت ما يحصلش فيه أي خلو إذا كان ده متحقق فخلاص ده مش هيكون حرام لكن في نفس الوقت ما يكونش دوت لو كانت هي متزوجة رغماً عن زوجها السؤال اللي بعد كده وحد يقول لي طب ليه طب ليه قلت الجزء تاني من السؤال عشان السؤال باين عليه إن المسألة في هذا السياق سؤال اللي بعد كده بيقول أنا متعلق بحد ودي كانت زوجتي وانفصلنا أعمل إيه وأتصرف إزاي مع إنها سبب مشاكل كتير في حياتي وهي اللي كانت رغبتها الانفصال خلاص الله سبحانه وتعالى يغنيك وارزقك ويوسع عليك والله سبحانه وتعالى يعطيك عطاء واسع أنت عليك إن أنت تعمل إيه إنك تعالج قلبك وتعالج هذا التعلق بص يا سيد التعلق بييجي إزاي التعلق بييجي بإن أنت تربط حياتك بشخص أو بحاجة وتحس إن الحاجة دي إذا ما حصلتش حياتك إما تقف أو تنقص أو حياتك تنتهي والثلاث حاجات دولة مش بيد مش بيد الشخص ده لا حياتك هتنقص ولا حياتك هتوقف ولا حياتك هتنتهي لأجل أحد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة بيقولهم إن الخصوف والكسوف والشمس والقمر آيتان لله لا الشمس والقمر آيتان لله لا يخصفاني لموتي أحد فإيه اللي حصل ما تعملوش تعلقات في حياتكم ما لهاش واقع التعلقات اللي بنعملها في حياتنا دي هي اللي بتخلي الناس تتوجع وتتقلم وتتأذي حياتك ماشي على فكرة وإنت واقف عند لحظة الانفصال فحياتك مش ملكي أحد لأنها ملك الأحد سبحانه وتعالى لا هي ملكها ولا أنت بقيت أسرها ولا هي بقيت سيدتك ولا أنت مش عارف تعيش من غيرها كل دي أكذيب لازم تقول لنفسك إن كل ده أكذيب الحقيقة الواحدة إن الله يمدك بالحياة وإن حياتك دي ملكي لله فمش من حقك إن انت تضيع سنوات عمرك في لا شيء والتعلق بلا شيء أنت بتقول إنها انفصلت عنك وربما تكون متزوجة كمان وإنت دلوقتي متعلق بيها وهي متزوجة أو متعلق بيها وهي مش عايزاك فلن يصيبك هذا إلا بالوجع والألم والإحباط والكآبة وكل إدخال مثل هذه الألام على النفس حرام بالعكس أنت في وضع يدخلك في النهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء أن يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه ما لا يطيق أخرج وتعود أن تغير برنامج حياتك وتبحث عن أشياء جديدة كل ده ياخد وقته ويتغير وإن شاء الله ربنا يجمع عليك الخير من أطرافي يا سادة هنلسى مكملين مع بعض هنخرج لفاصل ونرجع تاني نتلقى أسئلتكم ونجيب عليها ونكون كمان معنا أسئلتكم اللي تلقناها على صفحتنا ونجيب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة اللي دايماً بتفتح لنا باب حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونفضل في مجالس النور معنا السؤال اللي وصلنا بيقول لو سمحت يا شيخ لما ساعات بقعد مع نفسي بفكر في المعاصي وابقى عارف أني بغضب ربنا وبرجع أستغفر أعمل إيه علشان أتغلب على هوا نفسي الطريقة دي في التفكير طريقة السير في طريق الوسواس طب إيه إيه اللي بيحصل هتلاقي نفسك الأمارة بالسوق بتقولك إيه افتكر المعاصية دي لو أنت أصدك أن أنا بفتكر المعاصية فبعملها أو كانت المعاصية دي المعاصية بتتعلق بالتفكير فبتجرك إلى الوقوع في المعاصية فنفسك بتقولك إيه بتقولك إن تذكر المعاصية بس مش هيعمل مش هيوقعك في المعاصية فهي بتجرك بتوسوس لك حتى توقعك في المعصية ولذلك شوف التعبير القرآن بيقول ايه من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شوف اسمه يوسوس وسوسة وعندنا لما المقاطع بتتكرر بتقول ان في حركة وان في تكرار فانت لازم تنتبه تنتبه ان نفسك هتأخذك وتحطك على باب المعصية ومش هتتركك هتفضل تكرر عليك وذلك الرجل بيقول ان ابتليت بأربع ما سلته علي إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي فلذلك انت لازم ببساطة خالص لما تبتدي نفسك تقولك تعالى نتذكر المعصية لازم يبقى عندك شوية إجراءات أنا منصحك فيه إجراءات كلامية وفيه إجراءات تتعلق بترتيب حياتك الإجراءات الكلامية عليك أن تبحث عن أكثر ذكر يجعل قلبك يتيقظ لأن دي لحظة غفلة لحظة غفلة ولذلك بيقول سيد بنعطاء الله سكندري ملتفت ولا يصل أنت كده تلتفت فمش هتوصل مش هيحصل لك الوصل بالله فأنت التفت فلابد أن أنت تعود ألا بذكر الله تطمئن القلوب فأنت لازم يبقى عندك ذكر الذكر ده أكثر ذكر أنت ترى يحرق قلبك وتستشعر فيه معية الله يبقى هو طب وإذا ما كانش عندك عليك خلاص صلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له أجعل لك صلاة كلها بعد ما قال له أجعل لك ثلثة نصفها كلها فحضرة النبي قال له إيه؟ إذن كفيت همك ووقيت هتكفى همك والله سبحانه وتعالى يقيق فإن دي إيه؟ من الوقاية اللي أنت فيه ده تحتاج إلى إيه؟ إلى الوقاية فتقي نفسك بإيه؟ بالصلاة على حضرة النبي وفي الأحوال اللي زي دي أقل عدد تصليه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يحصلش ده مائة مرة فتصلي على حضرة النبي مائة مرة حتى تجد النار اللي بتشتعل في نفسك فتأخذك لتذكر المعصية إيه اللي حاصل؟ أبدلك الله سبحانه وتعالى بردا في نفسك وعايزين نفتكر بقى إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل جاله وطلب منه إنه يرخص له في الزنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في ماذا؟ في إطفاء نار الشهوة فالعلماء أخذوا من ده إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره يكون له سر في حياته صلى الله عليه وسلم عندما يباشر أصحاب المعاصي وعند انتقاله أيضا بالصلاة عليه وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أجعل لك صلاة كلها كان بيفتح الببل هنا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرد نيران الشهوة فكان يبرد نيران الشهوة بوضع يده على صدر العاصي ويبرد صلى الله عليه وسلم كل المشاعر التي تجلب الوقوع في المعاصي فتغير حالك تغير حالك يعني إيه؟ تفعل عملا يجعل هذا الفراغ الذي من أجله أنت تفكر في المعاصية يملأ هذا الفراغ بعمل يفتح لك بابة إيه؟ بابة الاتزان يعني تروح تقرأ تروح تعمل شيء تقضي أمرا تأخر تروح عامل الكلام ده مع الوقت تجد أن هذا انصرف عنك ويه الله سبحانه وتعالى جعل ده مدد لك السؤال بعد كده بيقول لو علي فلوس وكنت ناوي أسدها والشخص اللي مفروض أسد له الفلوس ما بقتش أشوف ولا أسمع عنه أي حاجة طيب هو مفروض بقية السؤال اللي هو يسألني يعني طيب أعمل إيه؟ تبحث عنه لأن قضاء الدين لما بيحلوا أجله بيبقى على على الفور لازم تروح لما يحل أجله تروح تسدده إيه 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 ده هو؟ سامح فيه فهو دلوقتي هو دلوقتي المفروض أن أنت بتسدد له فلوسه فتبحث عنه وهذا جزء من حسن القضاء يعني جزء من حسن القضاء أن تبحث عن صاحب الدين اللي تعطيه له يعني ليس من حسن القضاء لأن رسول الله لما جاء جيل يهودي واشتد على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بثوبه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا عمر كنا كنا أحوج إلى غير ذلك يا عمر كنت أحوج إلى أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الاقتضاء فمن حسن القضاء أن أبحث عن صاحب الدين عند حلول دينه وأعطيه له وأنا مأمور بحسن القضاء فأنا علي أن أبحث عن صاحب الدين وأقضيه له ليه؟ لأن الشخص هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما هو صاحب الدين ده لما ترك الدينه إلى الوقت الذي يسدد فيه ده كان من لطف رب نبي فلازم أنا ماذا؟ أسعى في تسديد الدين يبقى لازم أسعى في تسديد الدين يبقى تسديد الدين يبقى تسديد الدين ده أم مطلوب شرعا فلذلك علي أن أنا أبحث عن صاحبي هذا الدين يبقى أول حاجة لو علي فلوس وكنت نوى سدها والشخص المفروض أن أسددها له ما بيتش أشوفه ولا أسمع عنه أي حاجة تبحث عنه تسأل الناس للمقربين وتسأل الناس من تصل إليه مش إنك إنت لو ما لقيتهوش يبقى خلاص بركة بركة يا جامعة لا تبحث عن صاحبي هذا الدين ليه تسدده له لأن إنت لو فعلت ده يبقى أنت فعلت المطلوب منك شرعا يبقى عليك أن إنت تبحث عن صاحب الدين وتسدده له يا سادة احنا النهاردة كلمنا عن حديث يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد الحر أبرد بالظهر أبرد بالظهر يعني أخر صلاة الظهر حتى تنكسر شدة الحر حتى تنكسر شدة الحر يبقى إيه اللي حاصل يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا جملة من الأشياء علمنا بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إن إحنا لازم نفهم إن ربنا سبحانه وتعالى دائما يوقظنا وإن شدة الحر من الموقظات لنا لكي نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب منه العفو وعلمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا دائما نبص للشرع على أنه مليء بالرحمة مليء باللطف الله لطيف بعباده ورحيم بنا في كل أحكام الشرع حتى في الصلوات التي هي عمود الدين يأتي ماذا؟ تأتي رحمة الله سبحانه وتعالى فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نبرد عند شدة الحر عشان يعرفنا أن الله ما كلف إلا وأعان فالحمد لله على ما أرسله لنا سبحانه وتعالى من رخص لكي نعيش في هذا أمر الثالث اللي بيخبرنا الحديث به إن إحنا دائما أبدا نتجنب المفاسد وقلنا أن كل ما أكثرنا من الظل وكل ما أكثرنا من التبرد والقيام ببعض الأحكام الشرعية لربنا سبحانه وتعالى جعلنا أن نتجنب بها الأذى خاصة في مثل هذه الأوقات سيكون ده أقرب إلى مراد الله وأجمل لحياتنا وألطف لكي نستقبل مدد الله سبحانه وتعالى وعونه وتنشرح صدورنا بنعم الله التي أرسلها لنا لكي نكون دائما من أهل الذكر بأن الله معنا وأن الباقي معي ما ودعني على كل حال يا رب العالمين اقبلنا يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر شكرا